بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تهابنا الكلام إلى آخر الآية في قوله تعالى ليسوا سواء عند قوله تعالى وهم يسجدون أي من صفات هذه الأمة من آهل الكتاب أنهم أيضا يسجدون لله يعني يصلون قيمون الصلوات فهم يتلون آيات الله ويقيمون الصلاة وعبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود هو أعظم أركان الصلاة وهذه الآية مثل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم لأن المقصود من تلاوة آيات الله المقصود من ذلك العمل ولا يقتصر على التلاوة فقط وإنما التلاوة وسيلة للعمل ثم قال سبحانه وتعالى في وصف هذه الأمة من أهل الكتاب يؤمنون بالله يؤمنون بالله الإيمان الصحيح والإيمان كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهو أيضا هو الإسلام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت الحرام فلا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا بهذه الأركان الظاهرة وهي أركان الإسلام والأركان الباطنة وهي أركان الإيمان فلا بد منها مجتمعة حتى يتحقق الإيمان بالله عز وجل وكذلك من الإيمان بالله عز وجل إفراده بالعبادة أما من يعبد الله ويعبد غيره فإن هذا ليس مؤمنا بالله وإنما هو مشرك لأنه لا يؤمن باستحقاق الله وانفراده بالعبادة بل يجعل له شريكا وكذلك من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته كما نزلت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا كله يدخل بالإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر أي ويؤمنون باليوم الآخر وهو البعث والنشور خلاف الذين يجحدون البعث وينكرون البعث فهؤلاء ليسوا مؤمنين بالله لأن الإيمان باليوم الآخر جاء قرينا للإيمان بالله مما يدل على تأكده وأن من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالبعث فليس بمؤمن بالله عز وجل بل هو كافر والإيمان باليوم الآخر يعني التصديق بوقوعه وحصوله كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان بكل ما يحصل فيه مما أخبر عنه القرآن والسنة مما يحصل في اليوم الآخر من البعث والنشور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف بالأيمان وبالشمائل والجنة والنار بل يشمل أيضا ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر ثم قال سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا أيضا من صفات هذه الأمة القائمة من الكتاب أنهم يأمرون بالمعروف وهو كل طاعة لله عز وجل وينهون عن المنكر وهو كل معصية لله عز وجل وفي مقدمة المعروف توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات وينهون عن المنكر وفي مقدمة ذلك الشرك بالله عز وجل وكذلك المعاصي كلها والبدع والمحدثات كلها تدخل في المنكر فهؤلاء الأمة من أهل الكتاب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عكس ما عليه الكثير من أهل الكتاب من إهمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوه ثم قال سبحانه ويسارعون في الخيرات تسابقون إلى فعل الطاعات ولا يؤجلون العمل الصالح وإنما يبادرون إليه كما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم لأن الفرص تفوت والإنسان لا يدري ما يكون مستقبله ولا يدري متى يهجم عليه الموت فلا يؤجل العمل ولا يؤجل التوبة بل يبادر بذلك ولهذا قال في وصفهم سارعون في الخيرات خشية من فواتها ومحبة لها أيضا فإن من أحب شيئا سارع إليه وبادر إليه فهذا فيه النهي عن الكسل والخمول والمراد بالخيرات جميع الطاعات خيرات جميع الطاعات ومنها الإحسان إلى الناس والمحتاجين ثم قال وأولئك أي المتصفون بهذه الصفات يتلون قائمة الاستقامة وتلاوة كتاب الله والمحافظة على الصلاة والإيمان بالله واليوم الآخر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات من اتصف بهذه الصفات فأولئك من الصالحين ومن لم يتصف بهذه الصفات أو لم يتصف بعضها فإنه لا يكون من الصالحين بل إما أن يكون من الكافرين وإما أن يكون من الفاسقين ناقص الإيمان يوخذ من هذه الآية الكريمة يوخذ من هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب ليسوا كلهم على وصف الذنب وإنما منهم أمة استقامت على دين الله عز وجل وأن الحكم لا يعمم عليهم جميعا وهذا من العدل إن الإنسان لا يعمم الأحكام بدون تفصيل لابد من التفصيل ويوخذ من هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه قرين الإيمان بالله وأن من لم يؤمن بالبعث فإنه كافر وإن كان يدعي الإيمان وكذلك الذي يحرف البعث وكتاويل الباطنية فإنه لا يكون مؤمنا به وكذلك يوخذ من هذه الآية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالمناسبة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكرر في هذه الآيات المتقاربة تكرر في هذه الآيات المتقاربة وذلك في قوله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وفي قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي هذه الآية ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مما يدل على أهمية هذا الجانب فيجب على المسلمين أن يهتموا بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه سبيل النجاة للأمة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الهلاك للأمة فلا نجاة للأمة إلا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بقاء لها إلا بذلك وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بزوال للأمة عن قريب كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويوخذ من الآية الكريمة المسارعة إلى الخيرات وعدم طول الأمل وعدم الكسل بل يبادر الإنسان بالطاعة مهما أمكنه ذلك لألا تفوته ولألا يغلق الباب دونه فيندم حين لا تساعة مندم وبالله التوفيق وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى